السلام عليكم قبل ما أبدي بتفاصيل جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم خلوني شوية أصلت أضع على بعض القضايا المهمة واللي يبدو أهمها هو قضية الرواتب وتأخرها قوة الموظفين لسبب تأخيره والتأكيد هو ليس هذه الحكومة ولا إجراءاتها بقدر ما هو نتيجة لتراكمات طيلة سنوات وأداء اقتصادي وسياسي سيء لا تتحمل مسؤولية هذه الحكومة لكن عموما كان اجتماع مهم يوم أمس بين السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وكذلك من جانب السلطة التشريعية اللجنة المالية رئاستها وأعضاها وكان اجتماع مسؤول أتى ثمارة تم الاتفاق على تمرير قانون العجز المالي وكنا نتطلع أن يكون تمرير هذا القانون الخميس لكن يبدو أن السلطة التشريعية مجلس النواب كان حريص جدا على تقديم هذا الموعد قبل ما أجعل حضراتكم اطلعت على جدول أعمال جلسة الأربعاء والفقرة الأولى منه هو التصويت على قانون تغطية العجز المالي لذلك نأمل أن يتم التصويت غدا لتبدأ الحكومة يوم الخميس بإطلاق رواتب الموظفين وهذا يؤمن أيضا تأمين رواتب للشهر القادم والأشهر اللي بعد بتوقيتاتها نقطة أخرى أود تطرق لها وأقول أن هذه الحكومة ليست حكومة راديكالية أي أنها لا تمحو خطوات ناجحة تخذتها قبلها حكومات سابقة بالعكس الخطوات الناجحة لحكومات سابقة تبني عليها وتعززها قد تقوم بإصلاح خطوات غير ناجحة لكنها الخطوات الناجحة تعززها من هنا أريد الحديث أم أي شاع عن إلغاء الاتفاق مع الصين هنا أم في نفيا قاطعا أي إلغاء لهذا الاتفاق وهذا الاتفاق ساري المفعول والصندوق الذي خصص لجمع الأموال اللازمة من أجل إنشاء مشاريع وإنجاز مشاريع مع الجانب الصيني لا زال هذا الصندوق مفتوح ولا زالت الأموال تتدفق إلى هذا الصندوق وأولى ثمارة سمعتم قبل أسبوعين موضوع الألف مدرسة هذا جزء من الاتفاق الصيني فالحكومة ماضية بهذا الاتفاق لكن هناك من يشيع أن هذا الاتفاق قد ألغي وقد استبدل باتفاق آخر وتم التنازل عنه وتم فتح هذه الحكومة لديها معايير محددة للانفتاح سواء الانفتاح الاقتصادي أو غيره تجاه الدول الأخرى هذه المعايير أول معيار وأهم معيار منها هو مصلحة الشعب العراقي انطلاقا من هذه المصلحة انطلقت هذه الحكومة تجاه مصر مثلا وجاء الوفد المصري ووقعت مذكرات تفاهم مع الجانب المصري في عدة قطاعات تحت نفس المعيار أيضا منذ يومين أو ثلاثة أيام المجلس التنسيقي العراقي السعودي قام باجتماعات مكثفة تحت نفس المعيار ونفس البندوة ومصلحة الشعب العراقي ومصلحة الدولة العراقية هناك من يحاول تشويه هذه الاتفاقات إحراج الحكومة الحكومة لا تلتفت إلى هذه الأصوات وهي مصرة على الانفتاح نحو كل الدول التي ترى الحكومة من مصلحة المصلحة العراقية ومصلحة الشعب العراقي الانفتاح تجاهها أما الذي ينطلق من منطلقات لا تستند إليها هذه الحكومة قد يكون من ينطلق من منطلقات هديولوجية قد يكون صاحب أجندة معايير الحكومة في الانفتاح الاقتصادي تجاه دول العالم جميعا لا تعتمد هذه المنطلقات التي يعتمدها الغير تعتمد فقط على معايير المصلحة العراقية أولا طبعا بالإضافة إلى حرصها على السيادة العراقية وحرصها على مبدأ عدم التدخل بشؤون الداخلية مع أي دولة ممكن أن تتعاون معها مجلس الوزراء اليوم ناقش قضايا مهمة بتأكيد كالعادة استمع إلى عرض مفصل حول وضع جائحة كوفيد ناينتين وإجراءات الحكومة ووزارة الصحة من أجل مواجهة هذا الوباء وعرض وزير الصحة خطة الوزارة وإجراءاتها وخطواتها من أجل محاولة عدم تفشي هذا المرض خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات على مستوى العالم وهناك حديث أيضا عن لقاح جديد رئيس مجلس الوزراء اليوم وجه وزارة الصحة بتهيئة كافة المستلزمات الفنية في قضايا الخزن وغيرها من أجل الاستعداد لاستلام هذا اللقاح مجلس الوزراء أيضا استمع إلى تقرير مفصل من سيدة وزيرة الهجرة والمهجرين حول خطة غلق المخيمات باعتبار واحد من أهم البنود المنهاج الحكومي واستمع إلى تقرير مفصل من سيدة الوزيرة حول هذا الموضوع مخيمات عديدة أغلقت ومخيمات خلال فترة القادمة أسبوع القادم هناك عدد مخيمات سيغلق وستكون العودة الطوعية للنازحين محل تطبيق فعلي طبعا ليس فقط لوزارة الهجرة هناك تعاون كبير من الأجهزة الأمنية ووزارات أخرى من أجل تأمين عودة النازحين إلى ديارهم كالتزام من الحكومة في منهاجها الحكومي أما بالنسبة للقرارات التي اتخذها مجلس وزراء اليوم فدعوني أبدأ بواحد من أهم القرارات اللي يخص مشروع استثماري كبير اللي هو مجمع بسمية السكني هذا المجمع تعلمون منذ مدة طويلة بدأ العمل به وهناك ظروف تعاقدية قد تكون معقدة شابها نوع من الإرباك لكن بالنتيجة التزام هذه الحكومة بتنفيذ كل الالتزامات الدولة العراقية ضروري وتوفير ظروف مناسبة لمواطنين أن يستملكوا في هذا المجمع السكني هذا كانت الحكومة حريصة عليها لذلك اليوم اتخذت الحكومة مجلس وزراءات اتخذ قرار بهذا الخصوص وهو توجيه المصارف الحكومية الرافدين الرشيد المصرف العراقية للتجارة بصرف مبلغ مقدارة مائة مليون دولار لشركة هنوى للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مدينة بسمية السكني هذا التزام الحكومات السابقة تزبطه أمام شركة هنوى وتنفيذه وضرورة الاتزام به قامت بهذه الحكومة من أجل أن يمضي المشروع سريعا لكن هناك أيضا فقرتين في هذا القانون تسهل على المواطنين شراء هذه الوحدات السكنية الفقرة الثانية تقول التعديل الفقرة اثنين من قرار مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2017 بتخفيض الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من 25% إلى 10% كانت 25% تصل إلى ما يقارب 40 مليون دينار عراقي وهذا المبلغ دفع أولى بالنسبة لوضع المواطنين قد يكون مبلغ صعب مجلس الوزراء اتخذ اليوم قرار بتخفيض الدفعة الأولى لمجمع بسمية إلى 10% الفقرة الثالثة من هذا القرار هو تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2017 بشأن تحديد سعر الفائدة من 4% إلى 2% والتفاوض مع المصارف سعر الفائدة كان 4% يضع انتزامات على المواطنين عند الشراء تم تخفيض نسبة الفائدة إلى النصف إلى 2% أيضا مجلس الوزراء اتخذ قرارات أخرى قرر إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 38 لسنة 2020 بحسب الآتي تمديد مدة نفاذية قرار مجلس الوزراء 318 لسنة 2019 الخاص بمادة الإسمنت نوع جي لمدة سنة واحدة للحاجة الضرورية لتسميت الآبار والاستخدامات شركة نفط البصرة حصرا ويتم تحديد كميات الإسمنت المطلوبة من الشركة آنفا ثاني إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 41 لسنة 2020 بحسب الآتي الموافقة على قيام وزارة التخطيط بزيادة الكلفة الكلية لتحديث مشروع الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي من 50 مليار ونصف إلى 75 مليار دينار وهي خطة شاملة للموارد المائية وتنميتها في العراق لغاية عام 2035 وزارة الموارد المائية متعاقدة مع شركة عالمية من أجل تقديم دراسة استراتيجية لإدارة ملف المياه بالعراق كانت الكلفة 50 مليار دينار رفعت بهذا القرار إلى 75 مليار دينار عراقي مجلس وزراء أيضا وافق اليوم على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 97 الذي دققه مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس نواب استنادا إلى أحكام المادتين 61 البند أولا و80 البند ثانية من الدستور كما قرر مجلس الوزراء أيضا تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاق منحة بنك التنمية الألماني لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بمبلغ مقدارة 3 ملايين يورو لدعم نشاطات الصندوق في إعادة النازحين إلى ديارهم استنادا إلى أحكام المادة 3 ثانيا من قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 هذا مجمل ما دار اليوم بالجلسة أستمع إلى أسئلتكم السلام عليكم أستاذ أحمد سجاد الموسو من العراقية الإخبارية طبعا عندي سؤال باختصار شديد هل فعلا تم تخصيص 4 رليون دينار حصة موظفية قليل كردستان للأشهر المقبلة الثلاث في حين أن حصتها ضمن حسابات وأرقام المالية 1.5 تريليون والسؤال الثاني هل يستثمر العراق مباحثاته مع الجانب السعودي بفتح ملف أزمة أنبوب النفط العراق الذي يمر عبر السعودية إلى ميناء ينبع والبحر الأحمر المتوقف منذ نهاية ثمانيات القرن الماضي وهناك ربما تداعيات كبيرة على توقف هذا الأنبوب شكرا جزيلا بالنسبة لسؤالك الأول لازارة الحكومة وقليل كردستان ملتزم بالاتفاق المرحلي اللي كان مدة ثلاثة أشهر بخصوص قضايا تأمين رواتب جزء من رواتب موظفية قليل كردستان مقابل الاتزام حكومة قليل كردستان بالحصص النفطية مقابل الاتزام حكومة تقليل كردستان بالتزديد خمسين بالمئة من إرادات القمارق هذا الاتفاق ساري وهو مرحلي لحين إقرار موازنة واحد وعشرين ولا يوجد شيء غيره سؤالك الثاني مستوى التعاون بين المملكة العربية السعودية والعراق لأثبت جولات المباحثات خلال يومين بين مجلس التنسيق العراقي والسعودي يصل إلى أبعد مما تتخيل هذا الأنبوب رغم أهميته لكنه تعلم أنه منذ عقود قد إنشاء هذا الأنبوب مستوى الفائدة من التعاون مع المملكة العربية السعودية على قطاعات شتى قد ينفي أو قد يقلل من أن تتار نقطة مثل هذه لكن حقوق العراق سواء في هذا الأنبوب أو غيره محفوظة من خلال التواصل الدائم مع الجارة السعودية مستوى الاتفاقات اللي ممكن أن تحصل أكبر بكثير من أن تتار مشاكل تسببت بها سياسات لأنظمة سابقة والعراق والسعودية أبدو كل الحرص خلال اليومين الماضيين على توسيع هذه الشراكة تحت قاعدة المصالح المشتركة وخدمة البلدين والحكومة العراقية حريصة على المملكة العربية السعودية قطعت أشواطا كبيرة في مجال الصناعة والزراعة صناعات الغذائية وغيره حتى على مجال على مستوى الصناعات النفطية هذا يجب أن يتعزز يجب أن نستفيد من هذه العلاقات ويجب فتح الأفق لهذه لرؤوس الأموال العالمية بصورة عامة أن تدخل إلى البلد وتشجع الاستثمار تفتح مشاريع كبيرة هذه المشاريع توفر فرص عمل تنشط القطاع الخاص شركات عراقية كبيرة أيضا قد تأخذ عقود ثانوية من الشركات السعودية الكبرى وهذا مبدأ الحكومة دون النظر إلى أي خلفيات أو منطلقات قد يراها البعض وقد يشوش البعض انطلاقا من هذه القناعات على مستوى الإنجاز الذي تحاول الحكومة صناع تسواء مع المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية مع الصين هناك محاولة لإحراج الحكومة وتشويص صورتها فشل الحقبة السابقة الحكومات السابقة في إدامة هذه القدرة العراقية على استثمار ما يمكن استثمارها من علاقاتها الخارجية هو حافظ لهذه الحكومة أن توقف هذا الفشل وتعزز علاقاتها الثنائية على كل المجالات أحمد مؤيد قناة تيو تيفي ما هي سياسة الحكومة العراقية تجاه الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن هل هناك تغيرات يعني مرتقبة كذلك الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يحتاج إلى خارطة طريق جديدة ربما لاستئناف المراحل المتبقية من هذا الحوار شكرا كل الاتفاقات كل الحوارات مستوى التفاهم اللي جرى مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة في عهد هذه الحكومة تحديدا يستند إلى قاعدة مهمة وأساسية نحن عندما نتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية نتفاوض كدولة كذلك الولايات المتحدة من تتفاوض معنا لا تتفاوض مع رئيس حكومة أو حكومة أو أشخاص تتفاوض مع دولة إذن ننتظر أن يكون هناك التزام متبادل من الطرفين بكل ما تم الاتفاق عليه فيما يخص الحوار الستراتيجي والنقاط التي تم الاتفاق عليها سؤالك الآخر سياسة الحكومة العراقية نفس الموضوع الذي جاوت عليه سياسة الحكومة العراقية نعم نعم السلام عليكم على سيئة مرأس القناة الغدير الفضائية أستاذ أحمد الكلام حول الاتفاقية الصينية التي تفضلت به اليوم لم نسمع به سابقا وكأنما الاتفاقية كانت مجمدة وسوف تحرك سواء على مستوى الحكومة وحتى في البرلمان بدأ الحديث ينشط عن هذه الاتفاقية من الذي تغيره خلال هذه الفترة السؤال الثاني وهو مهم حول النقاط الكثيرة التي ذكرتها عن مشروع بسماية لكن الحكومة لم تتطرق إلى الموضوع الأهم في هذا المشروع وهو الالتزام بتعهده من إنشاء طريق خاص يربط المجمع لبغداد ليكون مجمع ناجح من كل الاتجاهات شكرا جزيلا خلت جاوبك على السؤال الثاني وأرجع على السؤال السؤال الثاني بعد هذا القرار هيئة الاستثمار تتوقع أن يزيد الإقبال على شراء هذه الوحدات السكنية هناك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جاهزة للبيع حاليا كان يعيق بيحها هو هذه الدفعة الكبيرة ومستوى الفائدة على القرض الآن بعد أن تستلم هيئة الاستثمار أو أي جهة بهذا تستلم هذه الأموال سيكون بإمكان هيئة الاستثمار دفع مستحقات الشركة من أجل بناء هذا الطريق الذي هو أساسي أساسي ليس فقط لنجاح هذا المجمع السكني لكن حتى بربط بغداد بالمحافظات الجنوبية فيما يخص سؤالك الأول هناك نجاح نجحت به بعض الأطراف التي كانت تتحكم بالقرار لا يمكن أن ينكر وهو نجاحه في إنشاء جيوش الإلكترونية حاولت هذه الجيوش الإلكترونية أن تشوش على أداء هذه الحكومة تحرج هذه الحكومة أعيد وأكرر الخطوات الناجحة التي قامت بها حكومات سابقة هذه الحكومة يعني تعمل على تعزيزها والاتفاق مع الصين هذه الدولة الكبيرة المهمة ماضي ومنذ أكثر من شهر بدأ العمل أكثر من شهرين بدأ العمل على إنشاء ألف مدرسة وإكتملت التخطيطات كلها جزء من هذا الاتفاق وتمويلها من الصندوق للا زال المال يتدفق إلى لا إيقاف للاتفاق مع الصين بالمناسبة هو اتفاق وليس اتفاقي على الاعتبار أنه لا يحتاج إلى الذهاب إلى مجلس النواب من أجل تصدق الاتفاق وهذا الاتفاق وتواصل الصندوق لا زالت الأموال تتدفق إلى المشاريع التي اقترحت وتم الاتفاق عليه مع الجانب الصيني شيئا فشيئا ستنفذ ولا يمكن استبدال إضافة الاتفاقات مع جمهورية مصر العربية إضافة الاتفاقات مع المملكة العربية السعودية إضافة لكن لا بديل ولا استبدال عفوا لا استبدال للاتفاق مع الصين لأجرة الحكومة السابقة السلام عليكم وحمد ليث مراسل قناة الطريقة استاذ أحمد هل هناك خطة تم وضعها من قبل الحكومة الحالية لمعالجة الترهلات الاقتصادية وتوفير التخصيصات المالية للانتخابات من خلال موازنة 2021 وهل ستكون الموازنة القادمة مقتصرة فقط على توزيع الرواتب أم أن هناك مشاريع استثمارية أو خدمية شكرا فيما يخص الانتخابات دعني أؤكد هنا لا قلق لا قلق أبدا على التخصيصات المالية وتوفير هذه التخصيصات من أجل إقامة الانتخابات في موعده سواء فيما يخص الموازنة العراقية أو فيما يخص تعهدات أطلقتها دول صديقة دول صديقة يعني تعهدت في إطلاق ونحو مساعدات بالاتفاق مع منظمة المتحدة من أجل تمويل بعض الجوانب الفنية لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية فيما يخص سؤالك الآخر عفوا سؤالي بخصوص الموازنة العراقية نعم الموازنة موازنة 2021 تختلف تماما هناك اختلاف كبير ستلاحظونه موازنة 21 والموازنات السابقة أبواب صرف مختلفة تقدير لوضع البلد المالي تبويب الموازنة بطريقة لا تجعل من النفط هو العامل الوحيد والمصدر الريعي الوحيد وهو جزء بداية تنفيذ الورقة البيضاء والخطة الإصلاحية والاستراتيجية الكبيرة التي أطلقتها هذه الحكومة الظروف تسمح في عام 2021 موازنة عام 2021 للبداية نوعا ما بانطلاق هذه تطبيق الخطة استراتيجية الورقة البيضاء وستلاحظون فرقا كبيرا في موازنة 21 عن موازنات السنوات السابقة السلام عليكم جابر جمال عفوا مراسل قناة الرشيد استاذ أحمد اللجنة العليا أو اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد التي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء لغرض محاسبة كبار المفسدين مرة أشهر على تشكيل هذه اللجنة ولم يعلن رسميا عن اعتقال أو محاسبة شخصيات بارزة وأؤكد رسميا ببيانات أو تصريحات أو مؤتمرات صحفية يعني وهذا ما يخلق لدى الرأي العام انطباع بأن هذه اللجنة هي لا تختلف عن مثيلاتها في الحكومات السابقة شكرا ما أعرف إذا أصرح أني تعتور تصريح رسمي لو تصرح رسمي هذه اللجنة ماضية في عملها هذه اللجنة حتى الآن فتحت أكثر من ملف قضاة التحقيق في هذه اللجنة أصدروا آمر بإلقاء القبض على أكثر من عشرين شخصية معروفة أغلب الأسماء اللي سمعتوها بصورة غير رسمية هي أسماء رسمية لكن موضوع خاضع لا زال للتحقيق هم الآن رهن التحقيق قضاة التحقيق ستحال كل الملفات إلى القضاء والقضاء هو من يبت في مصيرهم وستستمر هذه اللجنة بهذا الأداء التقني السري المطلوب سريته من أجل عدم دعني أؤكد شيء هنا رغم أنه هذا واقع على الأرض لم تقم أي حكومة سابقة به وهو هناك من أراد أن يضرب بيد من حديد ولم يضرب هناك هذه الحكومة لا تريد أن تستخدم واجبها من أجل تسويق نجاح معين واجبها مكافحة الفساد لديها ملفات ولديها معلومات شكلت هذه اللجنة من أجل الإسراع وتجاوز البيروقراطية اللي موجودة على المؤسسات أخرى وكانت نتيجتها فتح ملفات مهمة وإلقاء القبض على شخصيات لها علاقة بهذه الملفات هم الآن رهن التحقيق وستحال كل ملفاتهم إلى القضاء ليبد في أمرهم النهائي ويأخذ جزاء العادل من يستحق أن يأخذ هذا الجزاء واحدة من أهم أسباب سرية عمل هذه اللجنة هو محاولة التخلص من هذه الضغوط لكن دعني أؤكد أمر مهم لا يمكن لإجراءات بهذه القوة وبهذه الصرامة أن تمر دون ضغوط لكن هذه الحكومة مصرة وهذه اللجنة مصرة على استكمال عملها وعلى فتح ملفات أخرى وقد تسمعون في الأيام القادمة الأسابيع القادمة عن أسماء أهم من الأسماء التي سمعتم بها نعم السلام عليكم محمد فراس مراسل قناة التغيير الفضائية وثيقة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ويضا على الفضائيات موقعة من وزير المالية تجيز بيع عقارات وإيجار عقارات الدولة دون نشرها فيها الصحيفة الرسمية وإيضا دون عرضها على المزادات أيضا هناك عقارات إلى الآن تسيطر عليها جهات لا ترتضي بواقع إعادتها للدولة أو للحكومة العراقية للتصارف بها كيف ستتعامل الحكومة مع كل هذه الأمور نعم شكرا جزيلا الدولة العراقية غنية لدى الحكومة العراقية لدى الدولة العراقية أملاك تصل أرقامها إلى ما لا يمكن أن يتخيل المواطن العادي هناك دراسة دائما تقدم تطرح ليس فقط في هذه الحكومة حتى في حكومات سابقة أنه ما الفائدة من هذه الأملاك الجامدة لأجاراتها الثانوية لمائة مائتين عام ثلاثمائة عام لا يمكن أن تعيد يعني لا يمكن أن تستعيد سعره الحقيقة يعني كاستثمار استثمار فاشل للحكومة طرحت عدة آراء أنه حتى بباب الأزمة المالية اللي يمر بها أنه تسييل أصول الحكومة العراقية وهذه الأملاك أملاك عقارات الدولة هي جزء من أموال الدولة العراقية ممكن أن تلجأ إلى تسييلها في الوقت المناسب لكن لم يتخذ قرار بهذا الموضوع خول من قبل وزير المالية خول مدير العقارات الدولة بتقديم هذه الرؤية ودراسة تفصيلية وجر التفصيل لهذه العقارات وتوقعات الأسعار اللي ممكن أن تصلها كي توضع تحت يد الحكومة العراقية إن كان موضوع تسييلها وتحويلها إلى فائدة استثمارية أكبر للحكومة العراقية ممكن دراستها لكن لم يتخذ أي قرار على عقارات الدولة دون واحدة من أهم أسباب التفكير في دراسة تسييل أصول العقارات الدولة العراقية هي هذه القضية لماذا تستغل جهات صاحبة نفوذ تنفذت خلال الفترة السابقة تستغل عقارات الدولة وهي حق لكل مواطن عراقي بينما المواطن العراقي الآن تحت أزمة تأخير الراتب مثلا لذلك هناك دراسة من أجل جرد هذه العقارات واحتمالية عرض جزء منعتها للبيع وفق قانون القوانين العراقية النافذة تحية طيبة محمد جليل قناة الجزيرة أستاذ أحمد أحد مهام الحكومة الرئيسية وبحسب يعني البرنامج الحكومي هو إجراء انتخابات نزيهة الحكومة العراقية تقول أنها حريصة على إجراء مثل هذه الانتخابات وأن توفر لها كل السبل لكن هنا نحتاج أن نعرف رأي الحكومة بخصوص قانون الانتخابات الذي أقر أخيراً في البرلمان العراقي هل هناك ملاحظات هل هذا القانون سيلبي طموح الناخب العراقي المواطن العراقي أو المتظاهرين الذين يخرجوا إلى الساحات من أجل هل سيكون تغيير داخل البرلمان العراقي يوازي ما يطلبه المتظاهرون والمواطن العراقي شكراً من حضرتك شكراً محمد محمد الحكومة ليست حزب سياسي كي تعطي رأيها السياسي بقانون الانتخابات صاغه مجلس النواب شهدنا جدلاً بين القوى السياسية من أجل تمرير هذا النوع من القانون هذا النوع من الدائرة الحكومة ليست حزب سياسي كي تدخن نفسها في هذا الجدل السياسي الحكومة أصل تأسيسها ونيلها الثقة هو من أجل إجراء هذه الانتخابات وهي حدود مسؤوليتها وتوفير المناخ اللازم والآمن من أجل الوصول إلى انتخابات وفق معايير دولية وليست بصدد الدخول في رأي سياسي أو تقديم رأي سياسي حول قانون الانتخابات وتأثيرات على الخارطة السياسية المقبلة لايما ما تكون هناك وجهات نظر ربما يعني هناك قضايا خلافية الحكومة تعطي رأيها بهذا الجانب والبرلمان كذلك له ملاحظات هل هناك ملاحظات لدى الحكومة حول القانون أو لا قد يكون للمفوضية المستقلة للانتخابات ملاحظات فنية تخص عملها من أجل تطبيق هذا القانون أما الحكومة فهي حريصة فقط على التزاماتها الدستورية والتزاماتها بالمنهاج الحكومي والتزامها بالسبب الرئيس لتشكيلها وهو من أجل إقامة انتخابات وإجراء انتخابات وفق معايير دولية وتوفير المناخ من أجل خلق بانتخابية مناسبة هنشكركم وشكرا جزيل ولتقلكم شكرا في من أجل سبقاتي